السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم مرحبا بكم اخوتي من جديد في قناتكم ونأسف على هذا التأخير بسبب الانشغالة وان شاء الله اليوم اتيتكم بموضوع ليس هو بجديد لكن راح نعد شرح منصة كثير من الاخوة لا يعلمون كيفية التسجيل في هذه المنصة الرائعة جدا هي منصة خاصة بالعملات الرقمية واراح أريكم كيفية الإداء عليها وكيفية سحب المال وكيفية إداء أيضا عن طريق البطاقات الانتماء مثل بطاقة ماستر كارت بطاقة فيزا وكيفية أيضا يمكنك التحويل عن طريق البنك الخاص بك وكيفية أيضا سحب المال عن طريق البطاقات أو عن طريق التحويل البنك ما عليك فقط أخي أو أختي تتركيز معي حتى تفهم جيد هذه المنصة العالمية الغانية عن تعريف راح نشرحها من الألف إلى غاية الياء وإن شاء الله تستفيد من هذا الفيديو ولا تدخلون الاشتراك في القناة ودعمينا بلايك نذهب مباشرة إلى شرح هذه المنصة قبل شرح هذه المنصة ندخل على موقع هذا الموقع الشهير الذي يقوم بتصنيف المنصات وتصنيف قوة العملات وقوة المنصة لو تلاحظ راح تجد منصة بنص المرتبة رقم واحد عالميا في التداول عليها يعني سوف تجد الوليم اليومي ما يقارب 29 مليار ونصف دولار تداول اليومي يعني هذه المنصة خارقة جدا راح نشرح المنصة واجهة المنصة هذه هي واجهة الخاصة بالمنصة تعمل تدعم البطاقة الانتماء الخاصة بالفيزا أو ماستر كارت أو تحويل بنكي يعني منصة بها تحويلات مباشرة يعني راح تستغني هون راح تستغني عن الوسيط يعني يقوم ببيع لك العملات الإلكترونية لا يا أخي هذه المنصة توفر لك العمل مباشرة بينك وبين المنصة يعني يمكنك شراء منها عن طريق الماستر كارت أو البطاقة الفيزا أو تحويل بنكي أو غيرها من الأمور البنوك الإلكترونية ما عليك فقط التركيز معي حتى تفهم شرح هذه المنصة لو تنزل إلى الأسفل راح تجد هنا التطبيقات الخاصة بالمنصة يمكنك العمل عليها عن طريق جوالك أي الهاتف المحمول عن طريق الاندروير أو عن طريق الهاتف الآيفون نعم يمكنك تحميلها عن طريق المتجر كما أيضا يمكنك تحميلها على الويندوز أو تحميلها على الماك أو على لينيكس يعني البرامج الأجهزة يلي كل توفر على جميع الأنظمة أنظمة الماك و لينيكس و ويندوز لكن أحسن شيء وهو العمل عليها عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق الويب الموقع الخاص بها يعني لو نزلت إلى الأسفل المنصة لها دعم 24 على 24 على مدار أسبوع تم لها أخبار يومية لها لها عدة لغات يمكنك أيضا تغيير لغة المنصة هنا إلى اللغة العربية توجد تدعم اللغة العربية طريقة التشجيل في هذه المنصة طريقة روتينية مثلها مثل جميع المواقع ما عليك فقط ضغط على كلمة ريجيستي يعني التشجيل تضغط عليها سوف تجد رابط هذه المنصة أسفل هذا الفيديو يعني هنا تضع البريد الإيميل الخاص بك أي البريد الإلكتروني الخاص بك هنا تضع الباسورد يعني كلمة السر الخاص بك ثم تضغط على كلمة كريت آيكون يعني تسجيل حساب راح تتوصل برسالة في بريدك الإلكترونية فيها رقم السري أو الكود مطالب به وتضعه ثم راح تعطيك حساب مباشرة راح ندخل إلى حساب الخاص أنا بهذه المنصة حتى أريك طريقة كيفية الإداء والاستثمار طريقة بسيطة على ما أظن في عملية التشجيل والتوثيق لحساب راح أريك طريقة نذهب مباشرة ندخل إلى حساب الخاص في المنصة لاحظ معي أخي أو أختي هذه هي الوجهة الخاصة بالحساب الخاص به يعني هذه هي المنصة الآن يعني أنا قمت بتشجيل ودخلت إلى حساب الآن يمكنني دخول إلى الماركت يعني إلى العملات مباشرة لكن قبل أي شيء يجب عليك توثيق الحساب الخاص بك ما عليك فقط الضغط على ملفات ضغط يعني رفع جواز صفرك جواز صفر الخاص بك أو بطاقة الإقامة الخاص بك يعني لا تطلب منك خمس دقائق وراح يتم توصيلك مباشرة برسالة هل تم تثبيت أم لا هنا تضغط هنا عشان تثبيت جهازك بمعلومتك الصحية لأن هذه المنصة موثوقة ألف 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 تريليور بالمئة راحض هنا أنا جهازي عفوا أنا حسابي الحمد الله مثبت يعني يمكنني سحب على مدار يومي ما يقارب مئة بيتكوين لكن بدون إثبات هويتك في الحساب يمكنك السحب على مدار 24 ساعة ساعة ما يقارب إثنان بيتكوين يعني أي شخص لا يريد إثبات هويته يمكنه السحب لكن على أكثر شيء إثنان بيتكوين فوق إثنان بيتكوين لا يمكنه سحب على المدار يوم يعني في حال ما ثبت أثبت هويتك في الحساب راح يتح لك فرصة السحب ما يقارب إلى غاية إثنان بيتكوين في حال أردت سحب أكثر من إثنان بيتكوين ما عليك فقط إثبات هويتك حتى يتح لك هذه الفرصة 100 بيتكوين هذه هي الطريقة ثاني شيء عشان تقوم بالإداء عن طريق ماستر كارت أو كارت فيزا أو تحويل بنوك إجبار إثبات هويتك يعني لا يطلب منك الأمر خمس دقائق فقط تحميل صورة لجوز صفرك الخاص بك وبطاق عندما يتم تحقيق راح تتوصل برسائلة وراح تجد عن حسابك أصبح موثوق وتم تحقيق من الأمر ألف بالمئة هنا راح تجد هذه الكلمة لاحظ هنا لقد تم تجد هذه الخانة باللون الأخضر طريقة الإداء نفرض نريد أن تشتري الكريبتون نحن نريد أن نشتري كريبتون تجد إلى هذه الخانة هنا يعني شراء هنا يعطيك الإداء عن طريق بنك الإداء عن طريق الكار أما باقي الطرق هي الإداء عن طريق العملات الإلكترونية نفرض تريد تحويل عن طريق بنك نضغط هنا راح يعطيك هذه الخاصية في حال كان حسابك أصبح مثبت يعني إثبات الهوية الخاصة بالحساب لأول شي أريكم طريقة كيفية الإداء ثاني شي كيفية الشراء راح أريكم هذه الطريقة كيفية الشراء لاحظ هون نحن نريد الإداء عن طريق البنك نعم نريد الإداء عن طريق البنك هنا راح تختار ما هي نوع العملة يلي عندك في البنك يلي تريد أنا عندي مثال عندي أورو راح أضع هنا أورو نعم أنزل إلى الأسفل وأخير البنك يلي أريد التحويل منه لكن يوفر لك خاصية بنك الالكتروني والضاربة على التحويل 0% يعني ما يأخذ أي ضاربة هذا البنك رائع جدا بنك يمكن أي شخص يشجل فيه راح تجد رابط البنك أسفل الفيديو أيضا لكن فإذا كان لديك المال في البنك الخاص بك يمكنك أيضا تحويله لكن فإذا كان لديك في البنك أدي في كاشل لا يستغرق الأمر دقائق معدودة فقط فإذا كان لديك المال فقط عن البطاقات المصرفية مثل الماسترك كما قلنا أو بطاقة فيزا ما عليك فقط الضغط على هذه الخاصية هنا راح يأخذ منك 1.8% كضريبة تحويلية ثم تقوم تخيير العملة الخاصة بالبطاقة نعم ثم تقوم بالضغط تختار هذه الخاصية ثم تضع هنا الكمية المال يلي تريد إداعه هنا أدنى حد يمكنك إداعه وهو 15 أورو إلى غاية أكثر حد 5000 أورو على مدار يومي يعني نفرض نريد إداع 1000 أورو لاحظ هنا يعطيك المينيمو والماكسيمو الخاص بالإداع ثم تضغط على كلمة كونتيني لاحظ أخذ منك ضريبة 18 أورو لتحويل 1000 أورو يعني راح تتيح لك 982 نضغط على خاصية كونتيني في حال لاحظ يعطيك هنا وضع المعلومات الخاصة بالبطاقة الخاصة بك المصرفية يعني يمكنك وضع معلومات الخاصة بك هنا في حال لم لم تثبت هويتك في الحساب منصة ما راح تجد هذه الخاصة الإداع يعني ما راح تعطيك هذه الخاصة حتى يتم إثبات الهوية هذه طريقة الإداع طريقة بسيطة مثل جميع المواقع فإذا أردت الإداع عن طريق كريبتون يعني عن طريق عملات إلكترونية رقمية أخرى لديك لديك عملات إلكترونية يمكنك اختيار خانة كريبتون وتقوم بالإداع مباشرة على هذه العملات هذه طريقة الإداع نفرض مثلا أردت الإداع بالبيتكوين ما عليك فقط النزول إلى هنا وتأخذ هذا الرابط وتقوم إرسال عليه عملة البيتكوين وهنا تقوم باختيار العملات الرقمية يلي لديك في محافظ خاصة بك وتريد تحويلها على المنصة ما عليك فقط ضغط على العملة يلي لديك في المحفظة وأخذ الرابط من هنا تجد رابط وهنا تضغط على نسخ لاحظ تم نسخ الرابط وتقوم بإرسال عليه المال يعني لديك خانتين كريبتون عملات رقمية يعني عن طريق بطاقات أو تحويلات بنكية أو غير هذه هي طريقة الإداء طريقة بسيطة ليس فيها أي تعقيد أو أي شيء نفرض تريد شراء عملات إلكترونية يعني قمت بعملية الإداء وأردت شراء أنت الآن قمت بالإداء الأورو يعني أدعت أورو هون أدعت أورو تذكروا معي هذه الكلمة وأردت شراء عملة البيتكوين راح تقوم تبحث على البيتكوين مقابل أورو ثمان علي أو قمت بالإداء عن طريق الدولار راح تقوم بالبحث عن الدولار مقابل البيتكوين والشراء البيتكوين أو أي عملة نفرض أنت قمت بالإداء عن طريق الأورو ما عليك فقط أخي أو أختي أن تأتي إلى هذه الخانة التي توفر لك جميع تصرفات مقابل الدولار والأورو وجميع المعاملات أو التداولات عفوا مقابل أي عملة تريد نحن كما قلنا أدعنا مقابل أورو راح نقوم باختيار خانة العملات التي تتح لنا هذه الفرصة أين هي بيتكوين مارك هذه مقابل بأن بيعني عملة المنصة بننصة وهذه ماركة مقابل البيتكوين فقط لاحظ مقابل البيتكوين 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 نفس شيء هون مقابل هون نختار جميع المقابلات راح يعطينا جميع المعاملات هون 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 هذه الخانة يعني مقابل جميع العملة نبحث على ها هو هذا هو يعني نضغط عليه مباشرة يعني يعطيك العملات مقابل لأنك قمت بالإداع بالأورو أصبح لديك الأورو في المنصة راح تشتري العملة يلي بدك هون تشتري العملة يلي بدك بدك نعم موجود تضغط عليه مباشرة عندما تضغط عليه عفوا نعم نحن نحن هنا يعطيك خيارات ما هي خيارات يعني عفوا منصة شكل منصة يلي تريد أو غيرها ننزع ننزع هذا الشرح فيديو مقابل شرح كيفية العمل عليها أو غيرها نحن اخترنا منصة كلاسيكية يعني منصة عادية غير لو اخترنا منصة الثانية اين هو لاحظ معي لو اخترنا منصة كلاسيكية ما فيها أي مشاكل أو أي شي أنصح بهذه المنصة منصة كلاسيكية نعم ما فيها أي مش لاحظ هنا هذا هو الأورو ضج مقابل أورو يعني هون منصة عادية مثل جميع المنصات الكلاسيكية للتداول فوريكس هون تحديد الوقت أو الزمن التداول حتى تدرس شكل الشموع الخاصة بعملة الضج كوين مقابل تنزل إلى الأسفل إلى أسفل حتى يمكنك الشراء هذا باللون الأخضر باي الضج كوين أنت لديك ألف أعطاك ما يقارب ثمين مئة سعمية وثمية على مضون وخمسة وثمانون أورو راح تتيح لك أين نعم راح تتيح لك ما يقارب ستعشر ألف وتعمية وثمانية وستين ضج كوين يعني تعمية وخمسة وثمانين أورو راح تتيح لك هذه القيمة من ضج مجرد تضغط على كلمة باي ضج راح تجدها في الأسفل أصبح لديك ضج كوين طريقة البيع نفس شي تضع الكمية هنا هذه الخانة يمكنك تحدد المبلغ يلي تريد الاستثمار يمكنك تحدد قيمة المبلغ بالمئة يعني أردت استثمار من قيمة المبلغ خمسة وعشرين بالمئة تحدد هون وهون يمكنك تحدد المبلغ بكامل مئة بالمئة نفس شي عن طريق البيع تتركوها مباشرة يعني أصبح لديك ضج كوين عندما تقوم تحويل الأورو إلى ضج كوين يصبح لديك ضج كوين هذه هي طريقة الشراء مقابل عملة يورو نفس طريقة مقابل الدولار فإذا قمت بالإداء عن طريق الدولار راح تقول لي أنا أبي أشتري عملة ليست لم أجد مقابل أورو يعني هذه طريقة بسيطة عليك أن تقوم بمرحلة أول شيء تشتري البيتكوين ومن ثم تبحث عليها بالمقابل مع البيتكوين وثم تشتري ها مباشرة هذه هي الطريقة بسيطة جدا أنصح فقط بالمنصة الكلاسيكية ما فيها أي تعقيد أو أي شيء هذه هي طريقة كيفية الشراء وكيفية الإداء أيضا للمال يعني لا نبحث على التعقيدات هنا يوجد أمور يجب عليك الإبتداء إبتعاد عليها في منصة بنانس راح أشرحها أيضا هذه الأمور تتح لك يعني مشاكل في التعامل مثل مارج هذه يعني كما يعرف منافسات أو المناصة هنا يدخل حرام ابتعد على هذه الخانة أخي أو أختي لا أنصحك بها نفس شيء يوجد أمور إذهب فقط المنصة الكلاسيكية يلي شرحت لك أي استفسار أو أي موضوع عن منصة بنانس يمكنك التواصل معي عن طريق كتاب تعليق أسفل هذا الفيديو راح تجد هذا رابط المنصة إن شاء الله راح غدا أعطيكم العملات الإلكترونية الرقمية عفو التي لها مستقبل قوي يمكنك الاستثمار عليها ويمكن تحقيق منها أرباح جيد جدا يمكننا أيضا إن شاء الله مستقبلا راح نعلمكم كيفية التداول مباشرة كيفية نربح ألف دولار أو ألفين دولار هنا يمكنك تحويل يعني عملة لديك تريد فقط تحويلها إلى عملة ثانية مباشرة هذه طريقة بسيطة جدا من منصة بنص يعني منصة رائعة لا تحتاج كثير من الشرح لكن أنصح أنصح أن تبتعد على هذه الكلمة وعلى هذه أيضا الكلمة هذه المسابقات يعني فيها كثير كثير من الأمور غير يعني تنافس تنافس على ألف دولار في حال ارتفع يعطيك ضعف يلي قلت في حال انخفض تروح عليك الدولار هنا نفس الفوريكس يعني المضاربة لو نزلت هنا يمكنك طلب بطاقة فيزا الخاصة بمنصة بنانس نعم يمكنك طلب بطاقة الانتماء الخاصة بمنصة بنانس منصة باسطة لا أريد تعقيدها يمكنك طلب أيضا البطاقة الخاصة بمنصة بنانس هذا هو شرحي للمنصة فإذا لم تفهم أي شيء أو لم تعرف أي شيء تواصل معي أسفل هذا الفيديو سوف أعطيك الطريقة أو كيفية الإداءة سوف تجد رابط هذه المنصة أسفل هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله